لم تنخرت يوما في السياسة انحازت لثورة وللمستضعفين منذ بداياتها كما تقول سبع سنوات مرت على مكتبها جل قضايا البلاد من جرح الثورة إلى ضحايا الإرهابي وقضايا الفساد وحقوق المرأة وغيرها سبع سنوات تعود بذاكرة ليلة الحداد إلى نقطة البداية إلى شرارة أولى ما زالت تشعل له بناشاتها ولم تحقق الثورة بالنسبة إليها أي حصيلة كل الهيئات الدستورية التي تعتبر مكسب من المكاسب الثورة التونسية تم فيها توافق سياسي وما اندخلت فيها السياسة أصبحت المصائل التي شدين الهيئات والمسكين الهيئات عندهم مصالح سياسية وليس مصالح هيئات دستورية التي تكون عندنا زاهة تستقبل ليلة عائلات ضحايا الثورة والإرهاب الذي خيم على البلاد تعطيهم فصحة أمل لتغيير قد يطرأ في القوانين ومؤسسات الدولة وقضائها وعدلها تغيير تأخر كثيرا بالنسبة إلى ليلة تحت وطأة الصراعات السياسية والإيديولوجية في البلاد يوم بعد سبع سنوات القائمة النهائية بتاع شهدية جرحة الثورة رغم أنها هي موجودة ورغم أنها حاضرة ورغم أنها تم تقديمها للرئيسة الجمهورية ولكن للرئيسة الجمهورية لحد الآن ورئيسة الحكومة أبت أن تمضي على القائمة النهائية لشهدية جرحة الثورة لأن الإعلان على القائمة إعلان على وجود الثورة حراك لا يهدأ لليلة الحداد في أروقة المحاكم في الشارع وفي مصار تقول إنه وإن أحدث تغييرا فهو هامش حرية يعيشه التونسيون اليوم حرية بتوريها مهتدة بمشاريع قوانين قد تعيد تونس إلى مربع الاستبداد هذا المكسب بدأ مهددا في وجوده وأكبر دليل على الإقافات المتتالية اليوم لعديد من المدونين والعديد من الصحفيين والعديد من النشطات سواء كانوا سياسيين ولا في المجتمع المدني على خلفية كتابات أو نقد أو تدوينات فيسبوكية رغم أن القانون التونسي لا يجرم الكتابة على فيسبوك الحقيقة والكرامة أمل ومصار لغالبية من التونسيين لليلة وجانب كبير من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس للأسف الشديد القضاء لم يخرج من جلباب بن علي عدم الحيادة عدم النزاهة عدم الاستقلالية أهم القضايا وأمهات القضايا لحد الآن مازالت منشورة لدى القضاء العسكري أو العدلي سواء كانت القضايا المتألفة قضايا قتل المتظهرين أو حتى قضايا الفساد هنا في منزلها تترك ليلة عباءة المحامات وقضاياها غير أن النقاش يستمر ومصار التحولات الكبرى في البلاد يتتمل بحديث بين الأجيال بين ليلة وأبنائها وزوجها بعد تماع عليها وزادة نطلقها وتهديدات ومعش نحكي مع أم ياسر كيف قبل ومعش تتلها بيه كيف قبل ومعش شوفها كيف قبل وديما ولا تتخدمك وشير معنا معش كيف قبل الحد الأدنى من الشأن السياسي والو يعرفوه الشخصية السياسية الأحداث الكبيرة اللي يوقعت في البلاد كله والو يعرفوها تقريبا يمكن هذا الجانب إيجابي الجانب إيجابي لأنه يخلق نوع من التفاعل بين أفراد الأسرة ويخلي الوعي بالواقع الاجتماعي والسياسي ينمو يتطور في فترة متقدمة من عمرهم هنا تطرح حقوق المرأة كمسألة ومكسب واضح حققت فيه الثورة أشواطا رغم الهنات بالنسبة إلى ليلة الحدات فليلة وجدت زوجها سندا لها في نشاطها وعملها دون أن يؤثر غيابها في صميم الثورة التونسية على توازن عائلتها المكاسب عن مستوى القانوني العنف ضد الزوجة التي تم إقراره في مجلس النواب العديد من القوانين لكن أنا دائما نربط القوانين هل هي قادرة وفاعلة على أنها تكون جوهر وتمس المواطنة في الريف التي في تيلة، في الشعام، في الأرياف، في القرى، في الصحرة هل هذه القوانين قادرة على أنها تضيف لها أو لا تضيف لها؟ بالنسبة إلى ليلة هو مسار مفتوح على آمال كبيرة في عضالة انتقالية تأخذ طريقها في تونس ولقضايا اجتماعية واقتصادية تبدو اليوم أكثر أهمية لحياة التونسي من انتقال قد يطول من زمن الثورة إلى ما بعدها مسار الثورة بعد سبع سنوات توفق سياسي نأى بالبلاد من الويلات وقضايا اجتماعية واقتصادية وحقوقية أيضا ما زالت عالقة دون إجابات رغم المكاسب التي تحققت على مستوى الحريات وحقوق المرأة في البلاد من العاصمة التونسية جلال موانع لليوم على الحرة اشتركوا في القناة